أصدرت وزارة العمل بياناً بيّنت فيه أن مديريات العمل في مختلف المحافظات أنجزت نحو 33 ألف تصريح عمل للعمل للوافدين المخالفين والذين استفادوا من المهلة الزمنية الممنوحة لهم خلال فترة القولنة وأكد البيان أن حملات التفتيش مستمرة على مختلف المنشآت والمحلات والمؤسسات التي يتواجد بها عمال الوافدون للتأكد من حصولهم على تصريح عمل وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات مشيراً أن فترة توثيق لأوضاع العمالة الوافدة تنتهي في الخامس من الشهر المقبل